في وقت يعلق فيه الليبيون أمالهم على الانتخابات لإنهاء حالة الانقسام بين الإخوة الفرقاء أضحت هذه الأخيرة معضلة بعد أن كان ينظر لها على أنها المخرج ففي مؤشر جديد على عمق الأزمة هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قانون الانتخابات معتبراً إياه مفصلاً على مقاس أشخاص بعينهم تصريحات الدبيبة تنسجم مع مواقف أطراف سياسية أغلب الأطراف السياسية في الغرب الليبي رافضة لهذه القوانين وتريد قاعدة دستورية قبل إجراء الانتخابات ومن ثم تعترض على هذا القانون وتريد تعديله ليكون متوافقاً عراقيل كثيرة أمام الانتخابات الليبية منها قواعد تنظيم هذه الاستشارة التي أزمت المشهد الليبي خاصة بعد إعلان عقيل صالح الذي صادق على قانون الانتخابات الرئاسية دون إشراك المجلس الأعلى عزمه الترشح كما يظل الوضع القانوني لسيف الإسلام هو الآخر محل جدل كونه مطلوباً من الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية قرار عقيل صالح أو عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية هذا متوقع لأنه فصل قانون الانتخابات الرئاسية على مقاسه وعلى مقاس حليفه خليفة حفتر وهذا القانون يتيح له إذا لم يفوز بالانتخابات هو أو خليفة حفتر أن يعودا إلى موقعهما وفي ظل هذه التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا مع اقتراب موعد الاستحقاق الليبي نهاية ديسمبر المقبل دخل خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية هو الآخر على الخط بإعلان ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية وسط تحذيرات ليبية من مغبة إقدامه على هذه الخطوة ترجمة نانسي قنقر